مجرد مساحة للفرح وسط ضجج الحرب هكذا يبدو نادي الطفل في محافظة الحديدة غربي البلاد في هذه المساحات البسيطة يجد هؤلاء الأطفال وقتاً آخر لممارسة حياتهم بشكل طبيعي كغيرها من المحافظات صادرت الحرب سعادة أطفال محافظة الحديدة وأصبحت المتنزهات وأماكن الترفيه أكثر المواقع محفوفة بالمخاطر والمعاناة لكن هنا مجموعة من الفتيات وبجهود ذاتية تمكن من تأسيس ناد تعليمي وترفيهي يمنح الأطفال فرصة من المرح والتعليم والتأهيل في هذه المربعات الصغيرة يمارس الأطفال هوايات متعددة بين اللعب والترفيه أملاً في استمرار ابتسامتهم رغم الظروف القاسية التي تحاول صبغها الأوضاع الراهنة تاركة حياتهم بلا أبسط أمل يلوح في الأفوق تقول المشرفة على نادي المرح إن هذا المشروع هو خدمة اجتماعية بدرجة رئيسية يهدف إلى الحفاظ على الأطفال من الضيع أو الانخراط في مشاكل باتت تهدد مستقبلهم نادي فرح جاءت فكرته من شغفي واهتمامي للأطفال خاصة في يمننا الحبيب الذي يفتقد فيه الطفل لأغلب المقومات الأساسية كي يشعر الطفل ويحس بطفولته العديد من الجهات أسهمت بشكل كبير في استمراره رغم الصعوبات التي مر بها فهو لم يتلقى أي دعم من أي جهة سوى فرض رسوم رمزية تدفعها بعض الأسر مقابل ممارسة أبنائهم لأنشطة ترفيهية وتعليمية مختلفة تنمي لدى الأطفال ملكات المشاركة والإبداع وعلى الرغم من سوء الوضع القائم في محافظة الحديدة إلا أن هذه الجهود تؤكد دوماً أن ثمت حياة مستمرة رغم كل شيء تعيشه البلد